مرحبا مشاهدينا الكرام مرة جديدة لبرنامجنا صحتين وهنا البرنامج بيحكي عن الاكل الصحي والطبيعي طبخطنا اليوم هي يخنة البتنجان يخنة البتنجان هي المقلف من بتنجان الكبير نقوله نحن مدعبل، راس فلايفلي، كيلو بنادورة، الحمص، التوم، الرب البنادورة، الملح، الرب الحار، النعنع اليابيس، وبهار الحلو، والبصل ولطبخط الرز منعوز الرز المغسل شعيرية وزيت النباتة وزيت الزيتون راح استعمله لطبختنا بشكل ني، يعني ما راح نحرق الزيوت فاول شي راح اعمل انا هو قشر البتنجان وسبت البيت اللي ما بتحب تكفوف فيها تقشر البتنجان بدون ما ينجوه ايديا وهي بفرق ايديا قبل ما تبلش بتقشر البتنجان بالحامل فراح تشوف انو ايديا ما راح يدبغوا اسود ما راح ينجوه مصدر البتنجان هو من الهند فضل فترة طويلة اللي عارفوه بالشر الاوسط كانوا ما يستعملوه كانوا يفكروه بس لشغلة اللي يزينوا فيها الصفارون متل ما بنعرف البتنجان الوحدات الحرارية فيها كتير قليلة يعني كتير منيحة للاعام الحمية وكتير منيحة اللي عنده كوليستيرول عالي فبيخفض الكوليستيرول عالي والدراسات الجديدة عم بتقول انو بتجدد خلايا العقل فكل الاشياب بتدل انو البتنجان من الخضار المفيدة جدا فانا هون اشرت البتنجان رح اطعن لمكعبات حسب الطلب يعني ازا بتحب مكعبات صغيرة او متكعبات كبيرة فما بتفرق ها فكرة البتنجان بيتاكل ناي في ناس ما بيعرفوا هالشي بس فينا ناكلو ناي غني بالالياف متل ما بنعرف الخضار الغنية بالالياف بتوطي الكوليستيرول رح حطن بكعر الطنجرة بدون ما حمي الزيت هلا لانو بدى الزيت استفيد منو ناي لاخد الاميغا 3 الموجود بزيت الزيتون بدون ما كون عندي حروق دهون محروقة يعني زيت محروق هاي الكمية بتكفي لاربع اشخاص او خمس اشخاص حد الرز فانا استعملت كمية كفي عيلة هينتهينا من تقطيع البتنجان رح قطع هلأ البصل كمان رح قطعهم بشكل طويل بنقله الجواني كمان البصل مفيد ناي هو مطبوخ فين يزغرها شراي بتنظف الجسم من السموم فين استعمل بصل كمية اللي انا بحبه فين بعد قطع بصلة او تلاتة ما بهم اوكي انا رح بلي شوالي على النار لتحمر طنجة وكفة قطيع مكونات الباقية نحط الفلايفلي 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 اللي كتير غنيه بالبيتامين سي ما بتسده قديه عالي بالبيتامين سي فبتحمينا من نازلات الصدرية والرشح بما يختص البنادورة حسب زوجنا ازا اولادكم ما بيحبوا نكت البنادورة شقفة بنادورة كبيرة او ما بيحبوا ينضغوا البنادورة فينا نعملها مطحونة وانا هون الفضلة تكون مكعبات نخلي القشر كمان استفيد من قشر البنادورة متل ما ذكرنا بحلقات سيبقى انه تفيد لسرطان البروستات اكيد الفوائد عديدة فيها املاح متل ما شفته كله كل ما نلون الخضار بطبختنا كل ما يكون عم ناخد الفيتامينات المتنوعة فالالوان كمان بتدل على انوار الفيتامينات الموجودة بطبختنا موقع اه موقع موقع اه موقع موقع على البنادورة الباقية عندي وقروا على أسفل الشاشة برنامجنا زي عنكم أي سؤال على البريد الإلكتروني في كونتراسلونة تستفسوا عن أي وصفة مكوناتها مأديرة هاي قطعنا بنادورة رح أنا التوم وقسمو لقسمين قسم بدية ناعم حطو عوجة طبخة على قبل ما تخلص بشوي وقسم رح افرمو بشكل دوائر لأنه متل ما قلت هديك المرة التوم المدقوق له نكهة وتوم المفروم له نكهة وتوم الصحيح له نكهة فأنا هون بدي شكل نكهتان هي المفروم مع المدقوق والتوم كما نعرف إنه نزل الضغط من زمانه جاي بيستعملوه لتنزيل الضغط ولطرد السموم من الجسم مع إنه رائحتها مزعجة بس فينا نتخلص من رائحة بمضغ آآ بقدونيس أو كذا بالرائية شي أخضر غامي كلوروفيل بيروح طعمة التوم أنا عملت كمان هون يتوم بوائر حطايتهم بعد عندي رح حط الحمص المسلوق اللي قبل يعني قبل بوقت سلقناه نقعناه وأنا بنصح الست عطوة تغلى أو تسلق حمص بكميات كبيرة فهذا مرة وتحطهم بكياس صغيرة بقلب الفريزر فيها تستعملها وقت البدة وأنا عم نستعمل حمص باستمرار لأنه نحن عم نستغني عن البروتين اللحم الموجود باللحم عم ناخده من الحمص فكل طب خافين يزد لأن الحمص عم حاول زيدي الحمص لأنه غني كثير بالبروتينات واللي ما بيأكل لحم فما عنده طريقة طرق كثير ياخد بروتين فالحمص مصدر مهم نفس الوقت بيخلي المعدة تحس بالشبع ما بيجوع يعني العم الحمي أو ما بده ينصح ما بيحس بيجوع يعني بيجوع قوام هلأ رح رح حط المعجون الطماطم أو رب البندورة متل ما منقول له بالنغة العربية أنا كل بلد بيسميها شكل رح حط أنا كوب من الماء ما رح كثير ماء لأنه الخضرة كلها بتطلع ماء رح حط آآ معجون الحر هاي دي كمان حسب الرغبة اللي ما بيحب الحر فيه ما يحط هالوصف الحر فأنتو عندكن نحريب استعمال الحار أو لا البهار الحلو الملح واللي عنده ضغط فيه حط ملح بكميات قليلة رح حط النعنع اليابيس كما بنعرف النعنع هو من آآ الخضار اللي بتريح الأعصاب واللي عنده مشكلة النوم والقراق في استعمال نعنع نفس الوقت بتاعت بتساعد على الهضم بما إنو عنا الحمص شوي الهضم طبعه صعب فبستعمل أنا النعنع اليابيس بتاعت نكهة طيبة بتساعد على هضم الطبخة هلا رح أعمل انو رح حط أنا الزيت الزيتون الني رح حطه على الوجه فأنا استفدت هون من زيت الزيتون بدون ما أحرقه واخدت الأوميجا ثري اللي بتنفعني وبتنفع الكوليستيرول السيء بتنزيل الكوليستيرول السيء هلا أنا صار فيني أخلط الطبخة بشكل عمالي يعني لبن قلب حتى ياخدوا بعض ألوان جزابة وروائح شهية فعننا البتنجين الغني بالألياف والواطب وحدات الحرارية عنا الفلايفل الغنية بالفيتامين سي كمان منيحة للرشح عنا البصل اللي بتنق الدم عنا الحمص اللي عالي بالبروتينز عنا النعنع اليابيس اللي كمان بيسهل الهضم والثوم والثوم اللي كمان بينزل الضغط وبيضرد السمو من الجسم مثل ما ذكرت انه البتنجين مفيد لتكوين خلايا العقل وعب يعملوا دراسات فكتير مفيدة للمسنين يعني ليبعد المرض للالزهايمر فعب يقولوا انه عملوا دراسات انه البتنجين كتير مفيد للمسنين وطبعا لكل العيلة انا هون عندي الخليط صار حاضر راه غطي الطنجرة وانطرهم على نار هادي اللي يستووا بهالوقت انا راح راح روح راح حدي للرز راح حدي الشعيرية وقليلة من الزيت النباتة وقليلة من الزيت النباتة فبيرجع لاختيار الست والعيلة شو بتحب عيلتها وراح حرك هون طبختي بلاشت تغلي بلاشت رواقح الطيبة فح من طنجرة خلينا عملل النار حتى الشعيرية تسرع هالوقت انا راح افرم التوم اللي بدي حطو على وجه الطنجرة بس تستوي طبختي التومات اللي بقيو من الوصفة نعم من قدر الامكان نطلع الشعيرية لانا قوانت حمر الشعيرية واللي بيحب ما يستعمل زيت بالمرة بالرز في عملها رز بطنجرة البخار فبهالشكل يعني ابدا ما عم ناخد زيوت ابدا فصحة جدا جدا طبخة راح تكون قليلت الدسم وحدات الحرارية عندها واطية هيدا الرز عنده حمار انا راح حطها للرز اللي غسلته من قبل القطيب الرز انه يتقلب مع الشعيرية المقلاية قليلت الو قشر الو قشر كمان نحصل على كمان رز صحة حطينا الملاح منقلبهم شوي شي ثلاثة دقائية منقلب الرز مع الشعيرية والزيت بنيعطو هالنكهة طيبة للرز انا هون فترت شوي ماء لاكسب وقت وانتو كمان فيكن تفتروا الماء كمان ازا مستعج السد فما في مشكلية ماء فاترة او ماء مساقعة مفي مشكلة بس بنعاير لكل كباية رز كبايتين ماء ازا في شعيرية راح نحسب حساب الزيادة كباية لان شعيرية كمان راح تاخد ماء بيرجع كمان لنوع الرز في المصري او الايطالي او البسمتي فكل نوع رز بيرجع كمان انا هون الرز الامريكاني عياره لكل كباية كبايتين ماء ودائما الرز انا وعم بحطن على النار بانطر لي تغلي الماء بس تغلي الماء وبلش حس البخار طالع بوط الغاز هلا راح انطر الرز لايغلي وطنجرتنا هون كمان عم تغلي فبهالوقت منا نحط المكونات والمقادير تابعي طبختنا ليخنط البتنجان والرز لبينما نحط المقادير وتستوي طبختنا راح نرجع للكون فانطرونا المقادير تستوي طبختنا هلق المقادير تابعي طبختنا حتى يستوي طبختنا الناي نتعطيها النكهة المميزة اللي بدنا اياها نتطوم الناي نحركهم شوي هياخدوا بعض والرز عنا كمان استوى رح اسكبها بهاي الكاسة لعطي شكل حلو وما تخافوا تلزيق شوي فيكن بلو الجات اللي بتحطو فيه الرز ماي ما بيقعد يلزيق الرز رح حط الرز بهالشكل نعب الكاسة ورص الرز الرصون منيح عالاخير وحط الصحم هيك بالنص اوكي نقلبها رح حط ليخنط البتنجان اللي قلنا مقلفي من البتنجان نفليفلي الحمص البندورة البصل والتوم والنعنع عيابيس هاي طبختنا حاضرة لنقدمها معيلتنا او ضيوفنا هيخنط البتنجان او ضيوفنا او ضيوفنا متل ما بنحب حلو مشكل من كل الخضار والرز فبتمنى تكون حبيتوا اكلتنا فجربوها والى اللقاء بحلقات قادمة من الاكل الصحي واي سؤال بتكون يفيكن على البريد الالكتروني تتصلوا فينا وتسألوا اي سؤال فالى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة